ازايكوا عاملين ايه؟ يا رب اكونوا بخير توقع برج الاسد لشهر اغسطس الفين عبر عشرين وحدى الاول بتجياني بالمهنة دعم الزملاء من اول الشهر وتعاون مشترك هيكون سبب في استقرار الاجواء المهنية وكمان انجاز كتير من مهام العمل ده غير ان فيه اهداف هيقدروا يوصلوا لها موليد برج الاسد يعني هم عندهم اهداف طبعا الكلام لحضرتك وحضرتك الاهداف دي هيقدروا يوصلوا لها الشهر ده وكمان الاهداف دي برضو هتكون سبب في نتائج ايجابية ده كله لحد يوم خمستاشر طب وبعد يوم خمستاشر فيه خلافات بسيطة هتحصل مع عملة يعني الناس اللي شغلها فيه احتكاك بالعملة هيحصل فيه خلافات بسيطة مع العملة غير كمان نهاية الشهر ودي حاجة ايجابية هيكون فيه فرص عمل جديدة بنسبة كبيرة عايز اقول ان العميل يعني كل شخص بتعامل مع عميل لازم يعرف انت بتتعامل مع النفوس يعني ممكن اللي جاي لك ده انت مش عارف نفوسه ايه ولكن الصح ان انت تكون في اسلوبك يعني تقدر تكون كنترول على نفسك على قد ما تقدر علشان كل ما هكون كنترول كل ما هكون متزن كل ما هتقدري وهتقدر ترد بشكل يعني بشكل لائق اكتر وكل ما هيكون ردك في المفيد ده غير كمان انك مش هتمسك عليه غلط حاجة تانية بخصوص التعاون ومدعم الزملاء لما تلاقي زميل بيدعمك او زميلة وكذلك كلام لحضرتك انت كمان لازم نبادل يعني زي ما بناخد ندي الحياهات وخد فالتعاون لما بيكون مشترك بيكون حلو جدا وبيخلي اليوم يعدي بسرعة وبيخليك تعرف اكتر عن الشغل وكمان بيخلي فيه روح حلوة جوه المكان ربنا يوفقكم اديكم الحكمة ويقويكم عارف ان ممكن يعني ما يكونش فيه كتير بقوي بتعاونه بس لو فيه واحد حافظ عليه وبدله نفس التعاون ده هكمل بقى وادخل عالجانب العاطفي هبدأ الاول بالعزاب ارتباط ضعيف جدا اول الشهر وده بسبب عدم وجود اشخاص مناسبة لعزاب برج الاسد يعني عزاب برج الاسد سواء بنات او شباب مش هيشوفوا ان فيه اشخاص مناسبة وعشان كده الارتباط هيكون ضعيف جدا ولكن بعد يوم عشر فرص الارتباط هتكون اكتر وهتبتدي تزيد بالاخص الارتباط التقليدي اللي هو الصالونات يعني وكمان من ضمن الارتباط ده هيكون فيه ارتباط موفق جدا اما بعد يوم عشرين لنهاية الشهر هيكون فيه ارتباط عن حب ولكن بالنسبة قليلة اهم حاجة في الارتباط ان احنا نشوف عيوب الشخصية اللي قدامنا ونشوف هنقدر العيوب دي يعني تعدي بالنسبة لنا ولا ما تعديش عيوب نقدر نهضمها ولا هتقفلنا هنا وهتعمل لنا مشاكل كبيرة دي اكتر حاجة لازم تدقوه فيها ولازم كل لما العلاقة يعني موجودة وانتو يعني مستمرين فيها كل لما حاولوا تعرفوا تفاصيل عن بعض لانه هيفرق جدا ربنا يبعت لكل شابه وشابه الشخصية المناسبة هدخل بقى المتزوجين والمرتبطين خلافات من اول الشهر بسبب سلوك مش لطيف والخلاف ده هيكون اول اسبوع من الشهر اما بعد اول اسبوع هتهدى الامور وهيكون فيه استقرار في العلاقة خيرا على نهاية الشهر هيكون فيه زيارات والزيارات دي هتخلي فيه اوقات سعيدة ومبهجة وبالتالي هيكون فيه استقرار عايز اقول ان السلوك من الحاجات المهمة جدا اللي قدامك الطرف التاني مدام شاف ان انت بتحترمه في الطريقة زوجتك او المرتبط بيها صدقني هيكون مستقبل منك اي حاجة اهم حاجة اللسان ما يطلعش منه كلمة فيها ايهانا الكلمة الكويسة هي اللي بتخلي علاقات كتير تستمر الاحترام في اي علاقة مش بس جواز وارتباط الاحترام هو السيد اي علاقة ده رأيي الشخصي ربنا يهدي سر كل بيت ويكمل مرتبطين على خير ولو فيه حاجة في السلوك يارك كل واحد يلاجع نفسه ويحاسب نفسه لان هتفري كتير في حياتك وحياتك هدخل بقى عالجانب العائلي اوقات سعيدة هتجمع عائلات موليد برج الاسد وده اول عشر ايام ولكن على نص الشهر احتمال يكون فيه خلاف مع بعض من افراد العائلة والخلاف ده اللي هيحله كبار السن اللي في العائلة اللي هما البركة دايما اللي هما دايما بيجمعوا العائلة ويا رب كل عائلة فيها كبار سن ربنا يطول في عمرهم ويجمعوا دايما ده غير اني هتزيد التجمعات بنسبة كبيرة من بعد يوم عشرين لنهاية الشهر يا رب كل عائلة دايما تتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة واي خلاف يحصل سدوني يا جماعة الخلاف لو فيه محبة عادي الخلاف يعدي والخلاف بس ما بيعديش لأسف لو ما فيش محبة لكن لو فيه محبة خلاص اي حاجة بتعدي هدخل بقى عالجانب المالي الامور المالية الشهر ده هتكون متقلبة بمعنى ايه الكلام ده بمعنى ان اول الشهر هيكون فيه ماديات كويسة ولكن على يوم خمستاشر الماديات هتقل وهيبقى فيه نقص مادي وبعد كده هيسعى كتير من موليد برج الاسد لزيادة دخلهم انهم يزودوا دخلهم ودي حاجة كويسة جدا المفروض ان اي حد في الفترة اللي احنا فيها دي فعلا يسعى ان يزود دخله وهتفرق وهتعود عليك وعليك بفرق ايجابي رهيب اما بقى بعد يوم اتنين وعشرين هيكون فيه نقص مادي بسبب التزامات هتزيد لو كل واحد مشي على قد امكانياته او على قد دخله او اقل من دخله هيقدر ساعتها ينظم نفسه وهتفرق معاك جدا انك تتزنق في موضوع الماديات او تزنقي نفسك في موضوع الماديات هتفرق جدا خصوصا للناس اللي دخلها محدود ربنا يمسع من الرزق الجميع ندخل بقى التجار المستثمرين وصحاب المشاريع ارباح ضعيفة جدا لحد يوم خمستاشر بعد يوم خمستاشر هترتفع الارباح بشكل تدريجي ده لحد نهاية الشهر وحزاري من احد العاملين بمشاريع موليد برج الاسد خلي بالكم العاملين وعايز اقول حاجة بمناسبة العاملين محدش يقدر يخاف عن المال قد صاحبه لو حضرتك او حضرتك عندك مشروع خلي النقطة دي دايما قدام عينيك كنت اكيد عارفها بس برضو انا ممكن نلفت انتباه لحتة زي دي لان في حاجات ممكن العامل عندك يكون شخص كويس وامين جدا بس في حاجات تفاصيل ما نشوفهاش غير صاحب المال نفسه بس ده يعني انا مش مش عايز اشكك في عامل لأ ممكن يكون كويس وامين جدا بس مش هيقدر يكون شايف كل تفصيل زيك انت عشان ده مالك فانت هتبقى مركز اكتر وربنا يفع اصحاب المشاريع ويزيد من ارباحكم ندخل بقى عالجانب التعليمي انشغال كبير لطلاب برج الاسد لحد يوم خمستاشر تغير كمان هيكون فيه اوقات مستقرة جدا من بعد يوم خمستاشر واخبار مفرحة اخر عشر ايام في الشهر يعني اخر عشر ايام في الشهر المفروض هيكون فيه اخبار كويسة تمنا ده عايز اقول للشباب والبنات ما تشغلش بالك بحاجة اعمل عليك وبس ركز اتعب عيد وزيد كتير وعيدي وزيدي كتير على قد ما تقدر في كل مادة داخل تمتحم فيها وان شاء الله نجاح لكل الطلبة دي كانت توقعات برج الاسد لشهر اغسطس الفين اربع عشرين عجبكم الكنان ده هتنسوش دعمولي بلايك لو مش مشترك او مشتركة يجب تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من الجديدات اللي بعملها متشكل اوليكو سلام